السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والإيمان بالكتب والإيمان بالكرآن جزء من الإيمان لماذا نقرأ القرآن الكريم؟ ما هي الفوائد التي نتحصل عليها من قراءة القرآن الكريم؟ ما هي الأضرار التي تصيب الإنسان من عدم قراءته للقرآن الكريم؟ هذا الأمر غاية في الخطورة وانحرف بسببه كثير من الناس وانصلح بسببه كثير من الناس لماذا نقرأ القرآن؟ ما أهمية القرآن الكريم في حياة المؤمن؟ أولا الإنسان مخلوق مركب من شيئين؟ الله عز وجل قال للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وأسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فخلق سيدنا آدم من طين ثم نفخ فيه من روحه فإذا نفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين فنفخ الله عز وجل من روحه في آدم الذي خلقه من طين فأصبح الإنسان مخلوق من طين ومخلوق من روح نفخ من روح الله سبحانه وتعالى لو نظرنا إلى غذاء الجسد يعني جسم الإنسان بيستفيد بإيه؟ بالطعام والشراب والهواء كل فائدة لجسد الإنسان لابد أن يكون أصلها من طين هات أي نوع من أنواع الطعام؟ إذا كانت لحوم فهي من الحيوانات وهي مخلوقة من طين إذا كانت من خضروات فهي أصلها من الطين وتنبت من الطين إذا كان من الماء الماء النازل من السماء بيسموه الماء المقطر هذا الماء لو جمعه الإنسان قبل أن يختلط بالأرض بالتربة بالطين فلن يفيد جسم الإنسان بشيء إلا إذا اختلط بالطين فيكتسب العناصر المعدنية ويفيد جسم الإنسان أي طعام أي فائدة الهواء ينتج من النبات الأكسجين وهذا النبات أصله من الطين كل فائدة لجسم الإنسان أصلها من الطين لأن الإنسان خلق من الطين فيستفيد من الطين أما الروح فغذاء الروح يكون من أصلها من الروح طيب ما هي الروح الموجودة بيننا التي نغذي عليها أرواحنا هذا الأمر غاية في الخطورة يعني الإنسان الذي لا يغذي جسده ما بيكلش أكل صحي جسمه حيطعب حيمرض حيضعف طيب الإنسان الذي لا يغذي روحه تضعف هذه الروح وتمرض حتى يعني تموت الإنسان الذي لا يروض أو يعني يقوي جسده بالرياضة الرياضة الجسدية يكون إنسانا ضعيفا الإنسان الذي لا يمارس الرياضة الروحية تكون روحه ضعيفة يكون يعني شديد التأثر بالفتن تكون الطاعة صعبة على قلبه يعني ثقيلة على نفسه ما هو الغذاء الروحي الذي يغذي الروح نرجع للقرآن لنعرف من دستور المسلم ما هو غذاء الروح قال الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيِّنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا هذا ليس كلام عادي رواية أو قصة أو حكاية أو معلومات في الفلك وفي الزراعة وفي النحل والنمل والعنكبوت لا 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 هذا روح هذه الكلمات حينما يقرأها الإنسان تغذي روح الإنسان كما أننا حينما نصح من نومنا سلما بيصح من نوم قبل ما يروح الشغل بتاعه وقبل ما يستأنف عمله يحتاج إلى وجبة غذائية فيها عناصر غذائية متكاملة حتى يستأنف يومه وتعطيه الطاقة اللازمة ليعيش حياته كذلك حينما يستيقظ الإنسان من نومه ويريد أن يواجه هذه العقبات الكثيرة في حياته سواء كان في العمل في البيت في الدراسة في أي مكان يحتاج إلى وجبة روحية تعطيه طاقة تعطيه القدرة على تجاوز هذه العقبات وهذه الوجبة الروحية يجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى ولذلك حتى في العبادات نجد أن في الصلاة مثلا صلاة الفجر حينما يصليها الإنسان يستحب له أن يطيل في قراءة القرآن وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنت تحتاج إلى وجبة روحية قوية دسمة وحتى العلماء يقول لك في علماء التغذية يقول لك أن الإنسان المفروض يبقى فطاره 50% من الغذاء اليوم والغذاء 35% والعشاء 15% بس إحنا بنشأل بالأمور بسبب الأوضاع المعيشية اللي إحنا عايشين فالإنسان في بداية يومه يحتاج إلى وجبة روحية قوية إحنا بنواجه في أيامنا أو في يومنا مشاكل كثيرة وفتن كثيرة إذا أراد الإنسان أن يتجاوز هذه الفتن وأن يتجاوز هذه الصعاب فلابد أن تكون له روح قوية لبد أن تكون عنده طاقة روحية قوية هذه الطاقة الروحية يستمدها من كتاب الله لأن الله سبحانه وتعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذا القرآن نور هو الذي ينور لنا الطريق هو الذي يعني ينور قلوبنا هو الذي يهدينا السبيل المستقيم فهنا الإنسان إذا ركز على الجسد وترك الروح فقد تمرد هذه الروح تمرد إلى أي حد إلى أبعد الحدود إلى الإلحاد إلى الكفر والعياذ والله إلى ارتكاب الكبائر إلى الإصرار على الذنوب والصغائر إلى ترك الطاعات إلى البعد عن طريق الله سبحانه وتعالى إلى التقصير في العبادات كلها يعني مستويات والعبادات مختلفة قد يعني تختلف من شخص إلى آخر على حسب قوة روحه ويعني استمداده لهذه الطاقة العجيبة من القرآن الكريم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فالقرآن روح تغذي هذه الروح وهذه هي الفائدة الأولى الإنسان حتى ولو قرأ القرآن دون فهم يعني نحن ندعو دائما للناس إلى تدبر معاني القرآن والوقوف على هذه الكلمات والوقوف على هذه القصص كما سنعرف بعد قليل ولكن حتى ولو قرأ القرآن دون فهم فإنه يستمتع بقراءته ويغذي روحه كذلك من فوائد القرآن الكريم القرآن لو لا القرآن لضل كل الناس يعني مئات الملايين من البشر بل كل مليارات من البشر ضلوا بسبب عدم الإجابة الواضحة على بعض الأسئلة أصل الإنسان من أين جاء الإنسان هذه الإجابة يعني تجعل روح الإنسان وعقل الإنسان وقلب الإنسان يستقر ويطمئن يعني نشأت نظريات كثيرة بسبب عدم الإجابة على هذا السؤال من أين جاء الإنسان فلاقي داروين ونظرية التطور وإحنا بقى كنا كائنات طفيلية صغيرة واللي طلع له ديل واللي طلع له جناحات وبدأنا نتطور من إرد الإنسان وهذه النظريات وما زال بعض الناس يقتنع بها إلى الآن ولكن القرآن كان واضحا وصريحا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعد في الأرض خليفة وكان هناك الإنسان الأول آدم عليه السلام ثم حواء ثم بدأ النسل البشري في الانتشار طيب بعد كده أنا جيت الدنيا دية ليه لماذا جئت؟ يعني أنا علمت من أين جئت؟ وهذا الجواب وحده يعني يريح قلب الإنسان في مرة كنت أقعد مع ولد من دور الأيتام كان وصل سنه 18 سنة كان بيقول لي يا شيخ أنا مش عارف أيناني فقلت لي يا حبيبي مش عارف أيناني قال لي أنا نفسي أعرف مين بابا ومين ماما مش شرط هم عملوا إيه أو إيه اللي حصل بس أنا عاوز أهو أصل هم مين ولو مش موجودين فين أهلي فين جدي فين جدتي في الحقيقة أنا ما كنتش متخيل حجم الألم النفسي اللي ممكن يتعرض له إنسان بسبب عدم معرفة أصله أنا عادت مع غيره وقال لي أنا مش فارق معنا جيت منين ولا رايح فين ولكن الولد ده مش بيقول أنا رحت الاسم اللي جابوني منه وقعد أبحث ودور وفتش مش عارف لا يعرف أين أصله فلذلك لا ينام لا يهدأ لا يستكين فتخيل بقى إنسان أو إحنا كبشر عموما لا نعرف أصلنا من فصلنا ولا نعرف من أين أتينا فالإجابة على هذا السؤال وحدها يعني تجعل الإنسان يطمئن السؤال التالي لماذا جئنا إلى هذه الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني ما جئنا إلى هذه الدنيا إلا لننفذ أوامر الله سبحانه وتعالى إلا لنطيع الله عز وجل طيب لو الإنسان لم يفق هذا الأمر يضل وينحرف تكون طاعة الله عز وجل قاسية على قلبه لا يفهم مراد الله عز وجل من عبادته يبقى عرفت من أين جئت ولماذا جئت ولما أعلم لماذا جئت جئت العبادة الله عز وجل كيف أؤدي هذه العبادة يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء فعلمت من أين جئت ولماذا جئت وكيف أنفذ هذه المهمة إلى أين المصير بعدما جئت إلى الدنيا وعلمت لماذا جئت وقمت على طاعة الله ومنهج الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور علمت من أين جئت ولماذا جئت وكيف أنفذ هذه المهمة وإلى أي مكان سيكون المصير تخيل لو إنسان عاقب فهم هذه المعادلة الواضحة في القرآن الكريم كيف سيكون سلوكه في الحياة كيف سيكون قربه من الله سبحانه وتعالى هل بعد ذلك سيفكر في التقرب إلى الله في السير على منهج الله سبحانه وتعالى تخيل هذه الإجابة وهذه المعادلة الموجودة الواضحة في القرآن بسبب عدم فهمها ضل مئات الملايين من الناس السؤال الثالث لماذا نقرأ القرآن حينما نفتح المصحف ونبدأ بقراءة القرآن نجد في القرآن قصص وحكايات نجد في القرآن قصص الأنبياء والصالحين قصص الظالمين قصص العصاه قصص المتجبرين قصص الأثرياء قصص الفقراء فالقرآن يعطينا سيناريوهات متعددة لحياة البشر في أي حالة أنت هل أنت من الملوك كسليمان كفرعون كالنمرود أم أنت من المرضى كأيوب عليه السلام هل أبناء كأبناء صالحين كأبناء صالحين كإبراهيم عليه السلام الذرية المباركة إسماعيل جاء منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسحاق أنجب إسرائيل اللي هو يعقوب وإسرائيل هذا أنجب يعني 12 ابنك منهم يوسف ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيا وعيسى وموسى وكل الأنبياء كل هذه ذرية مباركة أبناءك صالحين مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام أم هؤلاء الأبناء يعني عصاه عاقين ليسوا من الأبناء البررة كمن كأبناء نوح عليه السلام الإنسان هل هو يعني يتزوج بامرأة صالحة كسيدنا إبراهيم عليه السلام حينما تزوج السيدة هاجر حينما تزوج السيدة سارة كسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة ميمونة والسيدة حفصة وغيرهم هل الإنسان يتزوج زوجة عاصية غير مطيعة كزوجة نوح عليه السلام كزوجة لوط عليه السلام هل الإنسان يعيش ثريا غنيا كثير المال كقارون كسليمان أم قليل المال ككثير من الأنبياء هل عنده يعني حضائق غناء كأصحاب الجنة وصاحب الجنتين أصحاب الجنة كان لهم أب يوم في الكثير من المال ولكنهم بخلوا فأرسل الله عز وجل عليها يعني صاعقة فأحرقتها فأصبحوا فقراء ولكنهم تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى صاحب الجنتين كذلك حدث معهم فالقرآن يعطينا النموذج في أي حال أنت هل تغتر بعلمك هل أنت عالم تغتر بعلمك هل أنت جميل كجمال يوسف أم صاحب بشرة سوداء كموسى عليه السلام هل أنت قوي البنيان أم نحيل وضعيف كداود عليه السلام أي حالة أنت كل هذه الحالات تجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى هل أنت مبتلى كأيوب الذي ابتله الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي ولده وفي ماله وصبر السنين الطوال أي حالة أنت فالقرآن يعطينا النمازج والسيناريوهات الحياة المتعددة فحينما نقرأ القرآن وعندنا زوجة عاصية نجد هذا موجود في القرآن عندنا زوجة طائعة نجد ذلك موجودا في القرآن أبناء طائعين ذلك موجودا في القرآن هل الإنسان يعيش يتيما أم بأبوين ذلك أيضا موجودا في القرآن الأبوي الصالحين والأبوين العاقين أو الطالحين ذلك كله موجودا في القرآن الكريم حينما نقرأ القرآن تستريح النفس يدخل القرآن إلى القلب فيصلح ما أفسدته الدنيا ويصلح ما أفسدته الشهوات ويعني يرتفع منسوب الإيمان في القلب فتصبح الطاعة هينا لينا وتصبح المعصية ثقيلة على قلب الإنسان يقيم القرآن حواجز على قلب الإنسان فيجعله قريب من الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الفتنة فيحفظه الله عز وجل بحفظه للقرآن ويحميه الله عز وجل بفهمه للقرآن ويرفع الله قدره بتطبيقه للقرآن معنا اتصال أستاذ إيمان سلام عليكم سلام عليكم أستاذ إيمان تفضل السلام عليكم وعليكم السلام وعلى الله وبركاته بردت حدرتك يا فدل قصير أخويا كان صغال مع جوزي تمام فجوزي كان هو اللي بيتولى الشغل يعني اتحاب الشغل يعني بيمس كل فلوس الجوزي مثلا أنه يعني مثل بالمناس بالتغالة وحسب العابليات وكل شيء كأنه هو المدير يعني آه أيوة فهم جوزي كان مكلف أخويا بشغل يعني باليومية أو كده في شغل اليومية افتاته وتبقى أهلة من شغل فكان يوم الشغل أعلى من اليومية المحددة يعني أخويا آه فمسلا يعني مثلا مفروض اليوم بيبقى ميك جنيه شغل معي يعني وشغل الثاني بيبقى اليوم تمانين تمام فيوشي حاسب أخويا على تمانين جنيه فأخويا مثلا بيقول يعني على مفروض أخد مية أنا عملت شغل كذا 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 مفروض أخد مية وبيعديها يعني تمام وبيعديهم النقل خاص الشغل يعني يعني كانوا موسيقين من الشغل بتاع أخويا وكده فقالوا الجوزي اديلوا فوق اليومية بتاعته يعني هم كانوا موسيقين من الشغل وكده اديلوا فوق اليومية بتاعته مبلغ معين يعني تمام طلبوا منه كذا يعني علم لأ قدام أخويا الكلام يعني يعني ما دلوس اللي هو دفعومية تمام فأنا يعني لما تنقشت معي وكده حسيت أن هو عزي من معي مشكلة وكده وسكتت تنقشت مع زوجك بقى مش مع أخوك تنقشت مع زوجك في الموضوع ده تعم لما تنقشت مع زوجك عيو حسيت ايه فعله يعني ايه مبرراته يعني ليه مش عاوز تديره الفلوس يعني زوجك هو اللي بيأخذ الفلوس الزيادة مثلا زوجك اللي بيأخذ الفلوس الزيادة عن اليومية ايوة بالضبط يعني افتط حاجة لما الناس في اطحاب الشغل قالولو ادينو فوق اليومية بتاعتو مبلغ كذا ما ادهوش يحاسبو وغيرو شال الفلوس الزيادة اللي الناس قالولو ادهالو وزوجك اخدها لنفسه اخدها لنفسه زوجك اخدها لنفسه اه اخدها لنفسه فانا ضلوقتي يعني انا مستحر معها وهو بيسمي مصاريف للبيت ادهوش ترباني وما بين نفسي اني انا اديها مثلا من وراه الاخوية بصي هو ده ليس حال المشكلة ده ليس حال المشكلة هو المشكلة دلوقتي مش بين اخوكي ما انا هقول لحضرتك حاجة هقول لحضرتك حاجة المشكلة الاساسية ليست بين زوجك واخوكي المشكلة في تصرف الزوج لانه زي ما بيعمل مع اخوكي اللي هو نسيبه اللي هو بينه وبينه صلة رحم اللي هو بينه وبينه قرابة اكيد بيعمل كده مع كل الناس تمام فالمشكلة دلوقتي في تصرف الزوج ان هو بيستحل اموال الناس وعرقهم وتعابهم لان العامل اللي بياخد 100 جنيه او 80 جنيه ده بيشوف الويل علشان ياخد الفلوس دي بيتعب في الشمس او في البرد ويعني بيرهق ساعات طويلة في العمل فالزوج لما يستحل هذا المال دي مشكلة كبيرة جدا فاحنا عاوزين يعني حد يكون من اهل الدين لو اخوك يدخله يتكلم مع الزوج ويعرفه هل ده عرف السوق لو ده عرف السوق ان انا لما بجيب عمال وشغالهم باخد على كل واحد نسبة يعني فيه عمال بيبقوش لقين شغل كأنه شغل سمسار كده لو جاب 10 عمال بياخد من كل واحد 10 جنيه 20 جنيه على حسب عرف السوق طيب لو ده مش عرف السوق يبقى هذا المال حرام فاحنا محتاجين حد يتواصل مع الزوج علشان يفهموا الكلام ده لو هو بيقيم العرف يبقى اخوكي مالوش حاجة لو هو بيستحل اموال الناس وعرقهم يبقى كده عنده مشكلة كبيرة جدا تحتاج ليه علاج وفيه طبعا ناس كتير كده بيستحلوا هذا الامر فالضابط هنا ايه وعلى فكرة كان جال اتصال من صديق من فترة قريبة كان بيعمل في احدى شركات المقاولات ويعني هو شغال في الماركتنج والسيلز وهو المسؤول عن المبيعات فجاله حد يشتري من الشركة الشركة طبعا موفرة له مكتب تحت ايده موظفين تانيين فجاله حد بيشتري بيشتري بمبالغ كبيرة يعني مثل احنا نتكلم في عملية مثلا بتبقى سعرها عشر مليون جنيه مثلا حيشتري عمارة او حيشتري قطعة ارض فالعمولة بتاعتها بتبقى كبيرة يعني فالمهم ملقاش البيع عنده في المكتب فعمل للرجل ده بيع من مكان اخر واخد هو العمولة لنفسه وده طبعا حرام فالانسان لابده ان يكون رجع للحق ولا يأخذ حقوق الاخرين معنا سيد زينب السلام عليكم وعليكم السلام عليكم لو سمعتش اي خطأ لحضرتك على سؤال تفضلي تحتامل انا معاي اختي بدأت فلوش تلتهالها في مقدار الفين جنيه مثلا تمام انا متزوجة وهي حالية مخصوبة يعني فش هي لاتني لالفين جنيه دي جالك لخليها معايتي الوقت انا هاخدها مني تمام بس خاجات يعني كده من المنسات وجدك لي روشي اشتري لي طلب يعني خدي مبلغ من فلوش اللي معايتي واشتري لي تمام فروحتي انا وزوجي خدت من سبتمية جنيه من الالفين جنيه دي وروحتي نجيب لها الطلب بالمهم الطلب اني جيبنا هولها كان بربعمية تمام طب واحنا جايين ممتين جنيه واجعت فانا اخرجت ان انا اقول لها ممتين جنيه واجعت تمام فقلت لها ان انا جبتلك بالستمية بس انا اعتنيت ان انا هادها لها هادها لها ازان طب انت ليه قلت لها وهي اصلا ما كانتش هتسألك عن باقي الفلوس دلوقتي اه نعم يا سيف انت ليه قلت لها ان انت جبت بستمية وهي اصلا ما كانتش هتقولك هاتي باقي الفلوس دلوقتي ايه السبب انا كنت فكراها هتطلبها مني يعني في وقتها على طول ان انا هديها الطلب وابديها باجي فلوسها يعني اه وانت مكنش معاك اي فلوس لا وانا مكنش معاك اي فلوس ان انا رد لها لا ومكنش معاك اي فلوس ان انا رد لها الممكنش نبتعي بها اللي هي يعني ضاعد مني طيب هو دلوقتي يعني ربنا يبارك لك في اختك ويبارك لاختك فيكي ويخلكم دائما نحرصين على بعض وبتساعدوا بعض المال ده حقه يعني ما ينفعش ان احنا نجيب حاجة بسعر ونقولها ان هي بسعر تاني تمام اه يجوز لك ان اه تتحايلي حتى ما تحطيش نفسك في موقف محرج مع اختك يعني اه ممكن ترجعي لها الالف وربعمائة جنيه تمام وتقولي لها المتين جنيه دولت بقى مساعدة من اختك ليكي تمام والله ما انت مرجعاهم ولو رجعتهم والله لا زعل مني وكأنها يعني ايه ان انت رجعت لها الفلوس اه وبعد كده يعني الانسان يكونوا صريحا ما حدش حزعل مني تقولي لها انا رجع في ميتين جنيه وقعت وانا متكفلة بيهم وتصر على ذلك بحيث ان ايه يعني ما تحطيش نفسك في هذه المشكلة النفسية مرة تاني تبقى انت مضغوطة ان انت حاسة ان انت عملت حاجة حرام حاسة ان انت يعني عملت دحقت على اختك اه طبعا رجع لها الفلوس ازاي فبتلاقي نفسك حطيته نفسك في مزنق مش عارفة تخرج منه ولكن الانسان ممكن باكثر من طريقة انه هو يعني ايه يكون صاد يعني صريح وواضح وفي نفس الوقت يخرج من المأزك يعني فدي محتاجة بس شوية ايه سرعة بديهة يعني معانا لو سيس حسن ايوه لو سبحت شخنا الواحد داري فازهر كل حاجة وحافظ من القرآن كما تأثروا بيقول اذكار الصباح والمساء ومع ذلك يعني بيصاب بالحسد وبالعين وقريت القرآن وقدر اذكار الصباح والمساء وكل مجرى الحاجة دي كلها ودوم على صوت البقرة وياسين اتلاجت اني جاخدت معاي في زواج في مشاكل فموت اولاد ورغم الوحب يعني ما بيعملت يسموه بزي الماس التانية ورغم ذلك يعني احسن نقول القرآن ومع ذلك تبعت مع حد للرقية اه تبعت مع حد للرقية او ذلك هو قرين بتاعك شديد او في حسد أو عين يعني كلام الناس حذرك وخش في حيات كثيرة لا سيبنا من موضوع الحظ هقول لحضرتك على حاجة هنتابع مع حد للرقية الشرعية تمام اه تمام يعني تشوف حد امين وثقة ويرقي بالقرآن الكريم اه وتتابع معاه باستمرار اه اه احيانا الانسان يؤجر رغم انفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد تكون قد سبقت له المنزلة عند الله لم يبلغها عمله تما كانتك كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى بس احنا عندنا شوية كسل كده ومش بنقرب من ربنا بالقدر الكافي اللي وصلنا للمكان دي فيبتليه الله عز وجل في نفسه وماله وولده حتى يسير على الارض وليس عليه ذنب واحد فقد يكون ده احد الدوافع اللي بتدفعك لكثرة قراءة الكرآن للقيام بالليل لكثرة الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في كثير من الاحاديث بيقول لنا ان الدعاء ده بيغير القدر حتى لو الانسان هتحصل له مصيبة كبيرة جدا وبيسجد لله عز وجل ويدعو كثير في الدعاء فالدعاء يبدل الاقدار بتاعته يعني لو هتحصل له مصيبة تتشال ويحصل له مكانها غير لو هيخسر فلوس لا يكسب كذلك بالدعاء فحنا محتاجين نتابع مع حد يكون من اهل الصلاح وانسان يعالج بالقرآن ونحن نتكلم عن الشفاء من فوائد القرآن الكريم قراءة سورة البقرة والاذكار والحاجات دي مهمة جدا نحاول بقى نبعد يعني في بعض الناس بيكون هو السبب في الحسد بمعنى ايه استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان فبيقوم هو يعلن ذلك لو جاب حاجة جديدة او اشترع حاجة جديدة يصور ونزع على فيسبوك دايما يعني ايه بيحب المظاهر فالحاجات دي قد تصيبه بالحسد تفرق بين الزوجين يعني انا بتدخل في مشاكل زوجية كتير جدا ما بقى ايش بينهم اي مشاكل وقفين على الطلاق فنقعد نحلل المشكلة ونشوف اسبابها ايه نلاقي ما فيش مشكلة خالص فكان حصل مرة من فترة كده في الشيخ زايد وروحت البيت وقعدنا فبرقيهم بعد ما خلصنا لقى ما فيش مشكلة وقلت لهم الصح ايه ويعملوا كذا وكذا انا بيشتغل في الاستشارات الاسرية يعني فبرقيهم لقيتهم وضع عليهم الحسد الشديد طب يا جماعة انتوا بتعملوا ايه لو يعني كحوا كحها كده بتصوروا سيلفي ونزلوا على فيسبوك انستجرام مش عارف ايه فهم اللي بيسببوا لنفسهم المشاكل فاحنا نستعين بالكتمان والسر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى اكثر ما يقتل امة الانفس اكبر مصيبة على امة النبي صلى الله عليه وسلم النفوس السيئة ان واحدة صحبتها تخطبت فتقوم تحسدها ومش بيوصل بس للحسد ده بيعمل بعض اعمال واحدة خلفت اولاد فالتانية تقوم يعني البهت ابض وتحسدها في اولادها واحدة نفسها في بنات وبتخلف اولاد بس فتقوم البهت ابض على بتخلف بنات ويحسدها واحد صاحبه اشتغل وتاجر وبقى معافلوس كتير وبيت وعربية وعمال وشركة وموظفين والتاني يعني مش قادر وهو يعني قدره هكذا ولكن امراض القلوب القرآن يغسل النفوس فيقوم يحسده فاحنا محتاجين نحصل نفسنا وكان افضل توصيفة قال في الموضوع ده ان الانسان اللي بيتحسد ده عامل زي واحد الواحد ده ماشي في برد جديد ماشي في برد جديد وهو لابس ملابس خفيفة فإيه اللي هيحصله مطر وبرد وهوى هتجيله نزلة برد اكيد طيب الانسان علشان ما تجيلهش نزلة برد ويمرض وياتعب محتاج ان هو يعني يحصل نفسه يلبس لبس تقيل ويقفز كده ويقفل 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 علشان يحصل نفسه من البرد فكذلك المحسود كأنه بيسير في جو شديد البرد بملابس خفيفة معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ازايك عام الشيخ عبدالله يا مرحمة فضلية احتمال ربنا يا جزيك كل خير يا رب نحن وياكم المسلمين بقولك عام الشيخ بص انا باحلم باحلم وحشة بشوف احلام وحشة في المنام وبعدين ببع تعبان على طول باستمرار والصداع عندي على طول ما سكني ولما جاء قرى في المصحف ايه هي الاحلام احلام مخيفة كده وحشة ساعتما بلقومش بناقدمين يعني اللي انا باحلم بيهم احلام بتعبين مثلا لا ناس بس مش بناقدمين ناس تانيين شكلهم ناس تانيين عمرك كم سنة؟ انا عندي ستة وخمسين سنة ربنا يا باري في عمرك الله يخليك فارجي على فلام رعب ولا حاجة؟ لا 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 تعبان عملي عملية قلب مفتوح وتعبان وبنام بدرب ما بنامش والله من يعني من يتفرج على فلام الزنبي بقى والحاجات دي لا 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 والله لا والله ما بتفرجش على حاجة والله تمام غير برنامج اكل برنامج زي حضرتك كده تمام الله يخليك ربنا يجزيك كل خير وبممسك المصحب بقى رفيفة وسط لها نفس مخنوقة وعرق بقى وما مش قادرة أكمل تمام وبعايز أسيب المصحف دي أعراض يعني بتقول لنا ان احنا محتاجين راقي نعم محتاجين نذهب إلى راقي إلى راقي؟ اه حد يرقينا يعني لا مش هترقي نفسك ما ينفعش ترقي نفسك لو انت بتحس بالأعراض دي تو انت بتقرأي القرآن ما ينفعش ترقي نفسك بعد الأحلام اللي أنا بأحلامها دي أبص لها نفسك عبت اه لا هو كده احنا محتاجين حد وخفي من حاجة بص لها حاجة وراها خفي من حاجة لها حاجة وراها اه يعني احنا محتاجين حد يرقينا يعرف الأعراض ديتها اللي هي وبعدين أنا تعبانة وعندي القلب وعملت قلب مفتوح كمان ربني عافيك وعافو عنك الله يخليك فازة دعوتك لرب يبارك لك بس ضروري جدا ضروري جدا ان انت تتواصلي مع يعني أخت كده من الأخوات اللي بترقي أو شيخ من المشيخ اللي بيرقي ويكون حد مشهور ومعروف ومضمون في أسرع وقت وربنا يعافيك وعافو عنك يا رب عندنا بقى يعني احنا قلنا فوائد الكرآن الكريم قلنا انه هو غذاء للروح نقولنا جسمنا ده بيتكون من حاجتين من طين خلق منه الإنسان ونفخ من روح الله عز وجل غذاء جسد الإنسان اللي هو الأعضاء جسم الإنسان دي كلها من الطين لازم تتبقى من الطين لأن هي أصل خلقة الإنسان غذاء الروح لا بد أن يكون من الروح لأن هي أصل الخلقة وهذه الروح موجودة في كلام الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أنبنا طيب معانا أم صلاح وعليكم يا شيف وعليكم سعر الله ورحمة معانا أم صلاح وعليكم سعر الله ورحمة محضرة طيب أفضل سمحت يا شيف أفضل أنا بصلي النوافل من المصحف تمام يعني كنت لسه مخلصة دلوقت تمام الصالح هل تخي لما أصلي كده أعخر الفرق ماشي يا شيف مش فاهم يعني بصلي النوافل يعني هذا الوقت بصلي الأربع رقعات اللي قبله الظهر من المصحف تمام تمام وأنا لسه مخلصة صالحة دلوقت أنا بأخذ كده الفرض الوقت في الفرض يعني آه طبعاً آه طبعاً طبعاً يجوز لك تأخير النافلة لبعد صلاة الظهر يعني ممكن تصلي أربع ركعات قبل الظهر واثنين بعديه أو اثنين قبليه واربع بعديه إنما أنت لو عاوزة تطيلي في الصلاة وتصلي مثلاً الركعة بربع ولا حاجة صلي الفرض الأول وبعد كده صلي النافلة براحتك فمعنا أم محمد أم عليكم وعليكم السلام عليكم سلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام عليكم لو سمحت فضيلة الشيخ أنا إيه بقعه دقر قرآن كتير وبعين أنا إيه تعبانة ومأزية وبيطلع لي حاجة في قلب الشقة فأنا بقرأ القرآن مش فاهم أعزورة بس يعني بيطلع لك حاجة في قلب الشقة ولاقي الكلام مكتوب باللون الأحمر هشوفوا القرآن مكتوب باللون الأحمر يعني بيطلع لك حاجة في الشقة آه والله العظيم بيطلع لي حاجة بتمشي في قلب الشقة وكسملك بالله وفتطلع حاجة من جسمي وكلمت شيوخ كتير وما حدش يرد علي والله يعني يقول لي مثلا حاجة مفيدة وكسملك بالله العليل عزيز حضرتك من سكان اي منطقة حضرتك من سكان اي منطقة انا حاضر ان هفضل معاك وربنا موجود والله العزيز طيب وفتطلعني بتحرقني في جسمي حتى مطرح ما تحرق جسمي تلاقي البقع في ايدي وفي ظهري تمام تمام حضرتك سمعني جسمي سئيل ومريض وبيجري وراف قلب الشقة وضغط لما بقالي سنين طويلة طيب حضرتك بس خد الرقم من الكنترول ويا ريت تتواصل معايا بعد الهواء ان شاء الله قلنا الكرآن بقى هو غذاء الروح ولذلك الانسان اللي بيهتم بجسمه ما بيهتمش بروحه واحنا بنشوف ده في حالات كتير جدا الناس بتبقى طول بعرض كده بهبة وشياكة وشك واناقة وكل حاجة ولكنه عايش تعيس لانه يعيش بعيد عن الراحة النفسية كلها التي هي موجودة في القرآن الكريم لا يقرأ لا يفهم القرآن لا يعني يستمع إلى القرآن قلنا كان فيه دكتور اسمه دكتور أحمد القاضي ده كان دكتور تأهيل نفسي الناس اللي عندها اكتئاب بقى وعندها مشاكل نفسية كان بيعمل لهم جلسات تأهيل نفسي وعمل تجربة مهمة جدا على القرآن الكريم في التأهيل النفسي بالقرآن الكريم جاب أربع مجموعات المجموعة الأولى مسلمين يحفظون القرآن يعني هو مسلمين عرب يعني مسلم مؤمن بالقرآن وعربي يفهم اللغة العربية ومجموعة عرب غير مسلمين يعني لا يؤمن بالقرآن ولكنه يفهم اللغة العربية ومسلم غير عربي يعني يؤمن بالقرآن ولا يفهم اللغة العربية وغير مسلم غير عربي لا يؤمن بالقرآن ولا يفهم القرآن وكان بيعملهم جلسات استماع للقرآن الكريم الجلسة مدتها من 15 إلى 20 دقيقة البحث ده اتنشر في مجلة البحث العلمي تقريبا في التسعينات ويوجد إن بمجرد ما بيستمعوا للقرآن لتلاوة هادئة خاشعة بيحصل تأثير مهدئ مباشر على الجهاز العصب المركزي يبقى الإنسان إذا أراد الراحة النفسية إذا أراد السعادة إذا أراد أن يتعرف على طريقه في الحياة فلابد وأن ينهل ذلك من القرآن الكريم لا بد وأن يكثر من تلاوة القرآن الكريم لا بد وأن يتدبر في قصص القرآن الكريم حتى يعني تستريح نفسه من فوائد القرآن الكريم ضبط اللغة إنسان لما يقرأ القرآن الكريم مجودا يضبط لغته آخر حاجة معنا في القرآن والأسئلة جات عليها في الآخر أن القرآن شفاء شفاء من الأمراض الجسدية والأمراض النفسية وكذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ فنسأل الله أن يرحمنا بالقرآن وأن يعني يشفينا بالقرآن وأن يحفظنا بالقرآن وأن يعني يشفع فينا القرآن الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته